في فقرة الضيف تواصلت في كينيا أشغال المؤتمر الإقليمي الإفريقي الرفيع على المستوى حول مكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف العنيف بمشاركة وفود من الدول العضاء في الاتحاد الإفريقي وممثلين عن هيئات أممية ومنظمات عالمية وإقليمية وممثلين عن المجتمع المدني وقد ناقش المؤتمر على مدى يومين التهديدات الإرهابية التي تحيق بالبلدان الإفريقية والسبل مكافحتها والقضاء عليها للمزيد حول هذا المؤتمر وما يبحثه من قضايا انضم إلينا من الرباط رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد بن حمو دكتور بن حمو مساء الخير مرحبا بك معنا إذن انعقاد مؤتمر كينيا الإقليمي حول مكافحة الإرهاب هل يعني بأن الأفارق أصبحوا فعلا الآن على خط المواجهة ضد الإرهاب؟ أكيد بأنه لقاء جديد يأتي في الاتجاه والمنحة الذي صار ويسير عليه الاتحاد الإفريقي وهو محاولته لتقويد ومواجهة ومكافحة انتشار الإرهاب بالقارة الإفريقية ومحاولة كذلك جعل مختلف سبل التي تمكن القارة من إبعاد هذا الشبح أكيد بأن لهذا اللقاء أهمية كبيرة جدا ولكن بالمقابل وإن كان الاتحاد الإفريقي قد وضع العديد من الآليات وأحدث العديد كذلك من الأساليب سواء في الجانب العسكري من خلال بعض القوات المشتركة التي خلقها أو من خلال كذلك كل ما يقوم به لمواجهة هذه الظاهرة فتبدو هذه الأعمال وهذه الآليات والميكانيزمات التي أنشأها الاتحاد الإفريقي غير ذات فعالية لمواجهة آفا تنتشر بشكل كبير في القارة الإفريقية سواء داخل القارة برمتها أو في بعض المناطق بهذه القارة ثم هناك ما يمكن اعتباره ضعف في التصور الذي يمكن أن يكون ناجعا وفعالا للاتحاد الإفريقي في هذه اللحظة رأيك دكتور هل سيتيح هذا اللقاء لهذه الدول تبادل الخبرات لمواجهة آفا تأل إرهاب؟ أكيد بأنه فرصة لتبادل الخبرات فرصة كذلك لتقوية العمل المشترك والتعاون بين الدول الإفريقية ولكن نلاحظ بأن الإرهاب اليوم بالقارة الإفريقية لم يعد في مرتبط بالعديد من المنظمات الإرهابية إرهابا داخليا أو داخل حدود مع الدول كما كان الشأن في السابق بالنسبة لبوكو حرام ولكن أصبح إرهاب غير مرتبط بمجال محدد وعابر للحدود وأصبح كذلك بتنظيم جديد يجعل مواجهته بالنسبة للدول الأوروبية مواجهة صعبة خاصة وأن الدول الأفريقية لا تحظى بالدعم الكافي سواء من أوروبا أو غيرها ونلاحظ بأن مختلف الآليات التي وضعها الاتحاد الإفريقي تواجه إما صعوبات مادية لتفعيلها بالشكل الإيجابي أو تواجه كذلك صعوبات في تأطيرها وفي قيادتها أو تواجه صعوبات فيما يرتبط بالقدرات القتالية للقوات أو صعوبات لوجيستيكية فبالتالي نحن أمام ظاهرة تنتشر بشكل كبير وتتنامى وأمام ظاهرة تأخذ بعدا فوق وطني وعابر للحدود بالمقابل هناك غياب للفعالية والاتحاد الإفريقي يبدو في هذه اللحظة ربما يعني بعيد عن أن يجد مختلف الآليات التي تمكنه من بناء استراتيجيات جهوية داخل القارة الإفريقية وإستراتيجية إفريقية يمكن أن تعطي للهندسة الأمنية للقارة الإفريقية كل نجاعتها وفعاليتها دكتور هل ترى بأن الدول الإفريقية تواجه كل بلد على حدة بشكل مختلف مخاطر معينة تتعلق أو ترتبط بالرهانات بطبيعة البلد أم أن العدو أو التهديد في النهاية بالنسبة للقارة هو واحد هما معا محسن هناك بعض تهديدات التي تظل ذات طابع محلي وهناك تهديدات خاصة الإرهاب والجريمة الدولية المنظمة والعابرة للحدود التي تأخذ بعدا شموليا وبالتالي تستوجب ردا شموليا وتستوجب بلورة استراتيجية شمولية في مقابل ذلك يبدو أن هذا العمل المشترك وإن كان هناك العديد من التعاون الذي هو قائم اليوم سواء ما يرتبطه بتبادل المعلومات أو فيما يرتبطه كذلك بتبادل الخبرات وفيما يرتبط بتبادل التجارب كما هو أشأن في هذا اللقاء الجهوي لالاتحاد الإفريقي فهناك غياب ربما لفعالية ولناجعة لإستراتيجية إفريقية لمواجهة التهديد فبالتالي نحن فعلا أمام تهديد شمولي وهو الإرهاب الذي لا يقف عند القرى الإفريقية ولكن يتجاوزها وهذا التهديد الشمولي يتطلب ردا شموليا والتعاون في هذا المجال ينبغي أن يكون بين مصالح أمنية وبين دول في نفس مستوى من القدرات والخبرة في هذا المجال في طريق كلامك دكتور كيف يمكن للتجربة المغربية في مكافحة الإرهاب أن تكون مفيدة للدول الإفريقية فعلا هي تجربة يشاد لها بفعاليتها بنجاعتها بتمييزها وهي تجربة أظهرت كذلك هذه النجاعة والفعالية ميدانيا وهي تجربة تقوم على أحد الركائز الأساسية وهي التعاون وتقوية التعاون الدولي والمغرب وضع تجربته رهنة القارة الإفريقية سواء هما تبطوا بمكافحة التطرف وهيكلة الحق الديني من خلال تكوين الأئمة أو فيما تبطوا كذلك بالجانب المرتبط بمكافحة الهشاشات الاقتصادية والاجتماعية وما يتقاسمه المغرب في هذا الجانب من خلال تنمية البشرية أو في الجانب المرتبط بالأمن بالأساس ونحن نعلم بأن الحكامة الأمنية التي وضعها المغرب والمدرسة الأمنية في مجال تدبير المعلومة والمجال الاستخباراتي هي وضعت رهنة العديد من الدول الإفريقية وساهمت في إبعاد شبح العمليات على العديد من الدول الإفريقية وساهمت كذلك في فك لغز بعض العمليات الإرهابية التي تعرضت لها بعض الدول الإفريقية فبالتالي التجربة المغربية اليوم ومن خلال هذه المشاركة كذلك هي تؤكد بأن المغرب يضع هذه الخبرة وهذه التجربة وهذا الرصيد الكبير رهن إشارة أشقائه الأفارقة لمواجهة التهديد الإرهابي المتنامي ماذا يمكن أن نقول دكتور في عجلة عن مساهمة المنتظم الدولي الأمم المتحدة في هذا السياق في سياق مكافحة الإرهاب بالقارة الإفريقية أكيد أن الأمم المتحدة لها دور وتقوم كذلك بمفادرات كما هو الشأن بالنسبة لبعض الأطراف الأخرى بالأساس الإتحاد الأوروبي ولكن ما يقوم به الإتحاد الإفريقي وهو المعني مباشرة وهي كذلك المؤسسة القارية التي تبلور السياسة الأمنية للدول الإفريقية يبدو الإتحاد الإفريقي في هذه العلاقة مع الأطراف خارج القارة بأنها لم ترقى إلى المكانة التي تمكن الإتحاد الإفريقي من أن يستفيد بشكل إيجابي وقوي من الدعم سواء هو العمل مشترك مع الأمم المتحدة أو مع الإتحاد الأوروبي أو غيره فبالتالي نحن بحاجة اليوم إلى بلورة بشكل جلي يعني الاستراتيجية الجهوية وكذلك القارية الإفريقية ووضع مختلف الأليات والميكانيزمات والوسائل بالأساس التي تمكن من ضمان الأمن المشترك وتمكن من صد التهديدات المشتركة وعلى رأسها الإرهاب بالنسبة للقارة الإفريقية الدكتور محمد بن حمو رئيس المركز المغنبي للدراسات الاستراتيجية أشكرك جزيل الشكر